ظروف مناخية قاسية وحرب ضروس في اوكرانيا اتت على الاخضر واليابس اصابتا الاقتصاد ورمت العالم الى حافة الجوع ووفق التقرير الفصلي لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المتحدة فاو عن البؤر الساخن للجوع فان قربة المليون شخصا يعانون من المجاعة او سيعانون منها هذا العام في ظل غياب المساعدات ووسط تفاقم ازمة الغذاء على مستوى العالم التقرير الذي احصى 19 دولة كنقاط ساخنة للجوع في العالم ست منها في حال تأهب قصوى من قبل الامم المتحدة وهي افغانستان نيجيريا اثيوبيا جنوب السودان والصومال واليمن التقرير اشار الى ان نحو 970 الف شخص في هذه الدول الست سيستوفون بحلول شهر جنوبي 2023 معايير مرحلة الكارثة مرحلة هي الاعلى في تصنيف الامن الغذائي حيث يكون الجوع والموت فيها حقيقة يومية تسجل على اثره معدلات اصوى من الوفيات وسوء التغذية اذا لم تتخذ اجراءات فورية ترجمة نانسي قنقر